السلام الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي مع عرض وزير الأوقاف علي أن ألي إدارة الإفتاء في الجمهورية العربية السورية وأن الأمر لم يتم والحمد لله أنه لم يتم بل حتى يعني هناك بعض إخوائنا والزملائنا بعض زملائنا من أهل العلم والفضل المخلصين الناصحين يعني لا أمني كثيرا وقال يجب أن تقبل هذا فيه نصر للدين لكن الحمد لله أن الله تعالى لم يتم هذا الأمر لأنه لو تم سنقع في حرج كبير جدا بعد أشهر من هذه القصة ألا وهي بدايات ما سمي الثورة السورية ما هي أسبابها هنا ما هي أرهاصات الثورة السورية قبل أن نخوض فيها وفي موقفنا منها يعني ما الذي حصل في سوريا في تلك الفترة ما قبل 2011 ما بين سن 1971 وبين 2011 هذه الفترة أربعون سنة تامة يعني نحن عشناها تقريبا منذ الولادة منذ الولادة إلى أن قامة الثورة سنة 2011 ماذا كان يحصل في سوريا؟ وخاصة الإخوان الذين يعني يسمعون من غير سوريا معظم السوريين يعلمون هذا الكلام لأنه عاشوه واقعا ماذا كان يحصل في سوريا؟ ولماذا ثار الناس في سوريا؟ بغض النظر على الموقف من ثورتهم هل هي صحيحة أو فاسدة؟ الآن لماذا ثار الناس؟ وما هي الإرهاصات؟ وما هي الأسباب التي أدت بالشعب السوري إلى هذا؟ بعد أن استلم حافظ أسد الحكم في سنة 1971 بانقلاب عسكري سماها الحركة التصحيحية انقلب على إخوانه البعثيين حتى يصحح مسارهم هكذا وسماها الحركة التصحيحية وكان هذا يعني في سوريا عيدا يعني يفوق على العيد الوطني والاحتفالات تسبقه بشهر يعني احتفالات الانقلاب الذي قام به حافظ أسد على إخوانه وزملائه البعثيين طبلا حكم حافظ أسد والحقيقة لم يفعل هذا حافظ أسد فعله يعني من ينتسبون إلى السنة يعني بعض الضباط البعثيين الذين ينتسبون الإسلام وإلى السنة مثل أمين الحافظ كانت شخصيتهم ضعيفة كانوا تحت إمرأة أمثال صلاحة جديدة وبيطار ونحو هؤلاء الضباط العسكريون الطائفيون المتشددون ضد الإسلام وأهل الإسلام فقاموا بعزل معظم الضباط السنة وكل من فيه خير أو فيه دين عزلوه من الجيش حتى يكون الجيش خاليا من المسلمين والذي كان يوقع من هو هو أمين الحافظ الذي هو رسميا رئيس الجمهورية العربية السورية وهو السن حالبي وهو يقول هذا ويقول أن كنت مغفلا في لقاء في بعض القنوات قال أنا كنت أوقع على عزل الناس وأنا كنت مغفلا يعني هكذا أوشي من هذا القبيل تم الأمر لحافظ أسد حصل انهيار كبير في الليرة السورية مع بدايات حكمه يعني حينما استلم أو قبل أن يستلم بقليل كانت الليرة السورية تساوي تقريبا ربع دولار الليرة السورية يعني بدولار واحد يعني قيمته أربع ليرات ونصف وهذا شيء كثير يعني الليرة قوية وكانت رواتب الموظفين أخبرني يعني بعض من كان موظفين منهم أبي قال كان الراتب الشهري تستطيع أن تشتري فيه إسوار من الذهب كل راتب شهري يعني كانت الناس مرفهين في تلك المرحلة بعد استلام الحكم انخفضت قيمة الليرة السورية إلى العشر فصار عشر قيمتها عشر تماما يعني صار الليرة السورية الدولار يساوي خمسين ليرة سورية عشر القيمة فالناس عاشوا في ضغط شديد والرواتم انخفضت لكن استمر هذا فترة طويلة هذا استقرار هذا استقرار دام أكثر من أربعين سنة حوالي أربعين سنة بهذه القيمة ففي البلد يوجد استقرار وهذا أحيانا من الفوائد غير المباشرة للدكتاتورية في تاريخ الأمم أنها تعطي استقرار للبيع للتجارة للحركة لكذا يعني لماذا؟ لأنه لا يوجد تفاوتات كبيرة في الأسعار ونحوها الشعب عاش حياة فقر وكان عليه أن يعتاد هذه الحياة الفقر كان شديدا جدا جدا يعني أذكر حادثة وأنا كنت في الثانوي أحد المدرسين الظرفاء يعني كان معظم طعام الناس والبطاطس أغلب الناس يعني يعيشون عن البطاطس والزيت كان رخيصا جدا وكانوا يعيشون عن البطاطس يعني مقالي البطاطا فهذا يعني المستاذ كان قيمة البطاطس يعني ربع ليرة نصف ليرة أشياء زهيدة يستطيعها كل إنسان وهي طعام أساسي لمعظم الناس فارتفعت قيمتها ونحن طلاب في الثانوي وصلت إلى عشر ليرة فكان هناك في موسوعة جنس أو في غيرها يعني ثمرت بطاطس كبيرة فيقول يعني وزنها عشر كيلو فصار دخل المدرس ويقول هذه لو كانت في سوريا لكانت قيمتها مائة ليرة ومائة ليرة مبلغ كبير جدا لأن صارت بطاطس بعشر ليرات الناس كانوا يعيشون على هذا أو العدس العدس هو يعني طعام أساسي البروتين والدسم معظم الناس يعني يأكلون أي شيء في أي شيء عظام يشترونها أو يأخذونها بالبجان من بعض الجزارين ويضعها في ويطبخ عليها العدس حقيقة نحن نعيش لهذه الظروف يعني معظم الناس كانوا هكذا المستثنى من هذا قليل معظم الناس يعيشون في فقر الفاكهة يعني كثير من الناس قد لا أبالغ إذا قلت لا يأكل فاكهة ولا مرة في السنة أولاد الناس الفقراء ومعظم الناس فقراء يعني الحياة صعبة جدا هذا انعكس على التعليم المعلمون تضطروا للعمل من أجل أن يرتزقوا هانت في أعين الطلار صورة المعلم يعني يراه ويشتري منه كيف يحترم ويراه حمالا في سوق الخضار المدرس حمال يعتل بالأجرة من أجل أن يرتزق يعني هناك سأعطي مثالا بسيطا يعانى منه آلاف السوريين وملايين السوريين مبلغ بسيط تفرضه المدرسة في سوريا الحقيقة الحمد لله التعليم مجاني في مبلغ بسيط جدا يعني يسمونه التعاون والنشاط التعاون والنشاط يعني ربما لا يزيد عن دولار واحد في السنة يدفعه الطالب وحقيقة هذا المبلغ الزهيد كان كثير من الناس يمنع أولاده من الذهاب إلى مدرسة حتى لا يدفع هذا المبلغ يضرب مرة ومرتين وعشر مرات وكذا فبالآخر يهرب من المدرسة يقول الفقير يعفى منه إذا علموا أن أباه غني يعني سيدفع لها محالة أحيانا يعفى وقد لا يقدر هذا قد لا يقدر أن هذا الشيء أنه فقير فلابد أن يدفع إن لم يدفع سيترك المدرسة وكثير تسرى من المدرسة من أجل هذا المبلغ التافه جدا حقيقة أنا رأيت مدرس القرى لأنني قلت كنت أذهب مع والدي إلى مدرس القرى يعني أكثر الطلاب قد لا يملك ثمن حذاء وهذا ليس مبالغة لا يملك ثمن حذاء كان والدي يتساهل جدا مع الطلاب خاصة أولاد الفلاحين والقرى فقراء جدا يوجد شيء اسمه اللباس الموحد ليس عندهم ثمن هذا اللباس الموحد فكان يقبل كل شيء والله هذا رأيت بعيني من يلبس الثياب التي هي مصنوعة من أكياس السكر وأكياس الطحين يعني هذه السمونه الخام يعني أرد أنواع هذا ليس لوكيس لا يصلح لباسا هذا رأيته مرات كثيرة هذا رأيته مرات كثيرة من يكون من أبناء الفلاحين والقرى من يعيش بهذه الطريقة فقر مدقع يعني لا يجدون شيئا أبدا ولكن وضع لهم التلفزيون من أجل أن يبرمجهم سمعت من شيخنا عبدالقاد عيسى رضي الله عنه ومجلس خاص يعني لكن هذا ليس فيه يعني هذا قال حافظ أسد أدخل للناس التلفزيون من أجل إفسادهم لو كانوا يريدوا بيهم خيرا أدخل لهم الماء الناس يحتاجون الماء يشربونه لا يوجد ماء في كل القرى كل القرى ذا الناس رأيته بعيني يذهبون إلى النهر ومهن ما حتى يكون ملوث والنساء تحمل على ظهرها الماء من أجل أن هذا رأيته في قرى كثيرة ليس في قرى في تسعين بالمئة من القرى الناس يحملون يذهبون النساء هكذا تصطف مثل الطريقة يعني في التاريخية من قديم الزمان الناس يفعلون هذا تحمل النساء الماء على ظهرها من أجل أن توصله والناس يشربون من هذا الماء هذا كان في حالة سحق شديد جدا السيارات لا يملكها إلا كبار الأغنياء كبار جدا حتى كبار الأغنياء هل يستطيع أن يملك السيارة يعني بلدنا في تلك الفترة عدد سكانها الميادين عدد سكانها ربما في تلك الأيام قد لا يجاوز مئة ألف إنسان هذه مئة ألف إنسان أنا أستطيع أن أعد السيارات التي يملكها الناس وربما لا أبالغ إذا قلت لا تصل إلى عشرة كل من يملك سيارة في بلدنا لا يصل إلى عشرة أشخاص فالناس كبار الأغنياء يلجأون إلى حيل عديدة منها مثلا عقد لمدة تسعة وتسعين سنة عقد أجرة يستجل السيارة لمدة تسعة وتسعين سنة حصل والمحامي يسجل له حتى يتملك سيارة لا يستطيع أن يتملكها لا يوجد وأرقام خيالية هذه السيارة بينما السيارات عند أبواب المسؤولين بالجملة أنا راعني هذا عندنا واحد كان في المخابرات من حقورة حلب كان رئيسا أمن الدولة عنده ساد السبتدائي أمام بيتي ثلاث سيارات تصطف فكان حافظ أسد يجعل السيارات للولاء لمن كان له نعم هذا يركب السيارة ويترفها السيارات العسكرية حدثوا لحرج ما من ضابط بردبة عميد فصاعدا إلا له عدد من السيارات فتمر في السوق تجد معظم الناس معظم السيارات للعسكريين أو لسيارات الدولة فإذا كنت في الدولة نعم تستطيع إذا كنت موظفا رفيعا مستوى والوظائف العليا بدءا من مدير مدرسة فصاعدا لابد أن يكون بعثيا حزب البعث الذي هو حزب علماني قومي لابد أن يكون على هذا كذلك من الفقر الشديد أدى إلى أفساد التعليم أمر آخر فرض حافظ أسد في أيامه أن يكون معلم الابتدائي لابد أن يكون بعثيا لابد أن يكون بعثيا هنا انهار التعليم انهيارا كبيرا لأن الكفاءة بدأت تخرج لا يستطيع أن يدخل وبعضهم وصل إلى السنة الثانية فيما يسمى الصفة الخاص وفوصلة لأنه ليس بعثيا وطالما عانينا من الاضطهاد لأن لم ننتسب إلى حزب البعث في شيء يسمى الفتوة يعني التربية العسكرية وهي من وسائل إذلال الشعب السوري كان مدرس يسمى مدرس التربية العسكرية والعامة يسمونه الفتوة يأتي يلبس لباس عسكري يحمل السلاح وله يعني عدة حصص في الأسبوع كانوا يعذبون الناس يضربون الناس لم يسلم من يدهم أحد يعني يا ما أذينا يا ما أضربنا نزحف على الأرض حتى تتمزق الثياب يعني مرة كنت في أمام المدرسة يعني المعاقبين ومعي شخص آخر لماذا؟ ما الجريمة التي تتكبناها؟ بنطلون الذي ألبسه لابد أن تلبس لباس عسكري يختلف قليلا لونه عن الجاكيت التي سترة التي ألبسها فاختلاف بسيط مرارا وتكرارا يلح عليه لا يوجد مال ليس عندنا مال نشتري وأعدت مرات فأخرجني أمام المدرسة جميع المدرسة من الذي كان معي؟ أيضا شخص آخر وهو الحقيقة يعني فقير هو يتيم يعني كلانا أستاذ جامعي هو أستاذ في كل طب الأسنان وأنا أستاذ في كل الشريعة يعني هؤلاء المعاقبون في المدرسة كلانا أستاذ جامعي حتى أهانني مرات كثيرة يقولي هل تريد أن أشتري لك بنطلون على حسابي؟ يعني أنت تعلم المعلم الوالد من أين يأتي بالمال؟ من أين يأتي؟ لا يوجد مال هذا نحن استمرين على التدريس الدراسة غيرنا كثير ترك المدرسة من أجل هذا كثير جدا من الناس أعرفهم ترك المدرسة من أجل هذا فكان هؤلاء مدربون التربية الفتوى العسكرية ينزعون الحجاب من البنات ثم يتدخل الشيوخ يعني هكذا يعود لكن عندهم جاء فدنقانون من نزع الحجاب فترة نزعوه بالكلية فمعظم النساء تركت الدراسة فعادوا بتدخل الشيوخ كبار المشايخ في سوريا فعاد هذا الأمر كذلك فرضوا معسكرات خارج البلد معسكر خارج البلد ما معنى معسكر خارج البلد لبنته هي أنثى وأنثى يعني في سن مراهقة صغيرة والذين يقومون على هذا فساق الناس معظم الناس بما فيه بناتنا تركت الدراسة عماتي وخالاتي ويعني بعض أخواتنا بعد ذلك زال هذا القانون تركنا الدراسة لن نسمح أن تدخل ابنتنا أن تذهب مع ناس غير مؤتمنين وفي خارج البلد هذا مع الأسف الشديد حصل يعني لنا قريب هو زوج عمتي وهو مهندس بترول عنده عدد من البنات كلهن لم يتتجاوز السادس الابتدائي ما السبب في هذا هكذا لابد أن تخرج البنت خارج معسكر خارج البلد مع أناس ليسوا مؤتمنين ليسوا صالحين فساق ومدربون ومدربات ويحصل في تلك المعسكرات ما الله تعالى به عليم حاولوا إفساد المؤسسة الدينية بما يسمى الإفادة البعثي الحزبي أصدر حافظ أسد قانونا سماه سماه لا أدري اسم لا أذكر اسمه الآن إفاد داخلي الإفاد الداخلي إلى كل الشريعة كل بعثي مهما كان معدله يحق له أن يدخل كلية الشريعة بدون أي معدل وحتى يشجع هؤلاء الناس الدفعات الأولى كان يعطيهم راتبا شهريا قدره ستمائة ليرة بينما كان راتب والدي معلم آنذاك حوالي 900 ليرة يعني راتب عالي جدا حتى سمعت أن بعضهم كان عنده رخصة سلاح يحمل سلاح سمعت هذا لم أتاكد به هذا الجيل أدركنا بعضه كنت في السنة أولى هم كانوا في السنة الرابعة الجيل الذي كان موفدا بمال من حزب البعث حاول أن يمسخ كلية الشريعة كان عندنا حينما دخلنا الكلية بعض الأساتد من الإفادة الحزبي يعني لا يستطيع أن ينطق باسم الترمذي الترمذي يقول الترمذي هكذا يعني لم يسمع به في حياته لا يستطيع أن يقرأ آية واحدة وقد أخذ دكتوراه من فرنسا يعني إفادا بعثيا لكن الحمد لله عزلة هذه الأصناف يعني بتدخل المشايخ هناك يعني أمور غريبة مثلا حملوا لواء القومية العربية حزب البعث العربي الاشتراكي حمل لواء القومية العربية يعني حتى يعطوا الناس أنهم حزب غير صادق حزب يكذب ليس صادقا ما هي القومية العربية يعني أن العرب كلهم أمة واحدة والشعار في الصباح أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ويا ما ضربنا حقيقة من مدرب الفتوى واحد ضربني ضربا شديدا يعني قال لماذا لا تردد هذا الشعار الشعار البعث ما كنت ردده فضربت من أجل هذا وهو يعرف كيف يفعل يعني هكذا في العام يقول يمسكني من يد التي تؤلمني يعني إذا اعترضت هكذا قال الشعار سيسري رغما عنك وعن أبيك بهذا اللفظ هذا الحزب حزب البعث يقول أن العرب أمة واحدة ولا فرق بين عربي وعربي شيء حسن هذا الحزب يحكم بلدين عربيين سوريا والعراق كان يكتب على جواز سفرنا يسمح له بالسفر إلى كافة البلاد عدى العراق السفر إلى إسرائيل كان أهول من السفر للعراق ومن علم أنه سافر للعراق يدخل السجن ربما عشرين سنة وعرف حالات من بلدنا زاره شخص من العراق لم ياته بالعراق زاره في بيته وراجل صيدلي في بلدنا قال لي جاني شخص وقريب قد نحن عرب لا نستطيع أن نرفض الضيف طرق الباب ففتحت له الباب قلت له تفضل ولكني سأتعب من أجلك دخل السجن سبع سنوات لأنه زاره شخص كان في العراق سبع سنوات متتالية والحالات كثيرة من هذا ثم يعطونا درسا يقول عوامل الوحدة واللقاء هذا في كل سنة مادة اسمها الوطنية ومادة اسمها القومية في كل سنة عوامل الوحدة واللقاء بين الشعوب العربية فيذكرون التاريخ المشترك اللغة العربية الدين لا يذكرونها أبدا لماذا لأنهم أصلا غير متدينين فكنا نسأل نحن أطفال طيب أين الإسلامين الدين يقول لا 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 الدين يفرق الناس الدين يفرق الناس اللغة تجمعهم والتاريخ المشترك يجمعهم وفي الوقت ذاته حافظ أسد يحارب صدام حسين الذي هو عربي قومي بعثي ويدعم إيران على أساس طائفي يدعم إيران ويقدم السلاح لإيران من أجل ورأيت في التلفزيون العراقي أسلحة سورية مكتوبة على ميم ميم دال يعني مؤسسة معامل الدفاع السورية التي هي من دمائنا فكان يقتل بها الشعب العربي العراقي المسلم هذا رأيناه بأعيننا فكنا نسأل طيب يعني أنتم تقولون عربي الفرس ليسوا عرب وهم يحتلون منطقة الأهواز ويحتلون جزر في الإمارات العربية فهم معتدون علينا وهم ليسوا عرب فتعامل معهم على أساس طائفي وحارب يعني العراق التي هي عربية مسلمة هذه التناقضات جاءت الناس لا يصدقون فالبعثي مرتزق يعلم أنه كذاب فاسد الاعتقاد مرتشي يدفع كان الواحد منهم يدفع مبلغا يصل إلى ربما عشرة آلاف دولار أو أكثر حسب إمكانياتي أو عشرين آلاف دولار حتى يقبل أن يكون قاضيا تخرج من قلية الحقوق لا يوجد عمل يدفعون مبالغ كبيرة جدا ليس عنده واسطة يدفعون مبالغ كبيرة جدا حتى يكون قاضيا أو يكون ضابطا في الشرطة ماذا تتوقعون ذلك القاضي الذي ابتدأ مسيرته بالرشوة سيكون قاضيا مرتشيا لذلك فسد القضاء في سوريا فسد فسادا ذريعا كان المحامي المحامي القوي في سوريا الذي يستطيع أن يخرج الشخص حتى لو كان محكوم بالإعدام هو ذلك المحامي الذي يكون له علاقات قوية في الحزب وفي الأمن بالهاتف بالتليفون بالدفع بالمال كل أمور تتم فالقاضي سيحكم ما بالمال هذا مع الأسف الشديد القضاء في سوريا طبعا هذا الكلام بنسبة كبيرة جدا بلا شك رأينا قضاء صالحين ويتقون الله تعالى ونعرفهم لكن هذا هو الأمر العام ضباط الشرطة كذلك حينما يرى ذلك الطفل الصغير يرى ذلك الرجل الأمن الذي يحمل السادس الابتدائي وعنده ثلاث سيارات ويرى الطبيب لا يحمل سيارة ويرى المدرس لا يحمل سيارة ويرى البروفيسور الأستاذ الجامعي يركب السرفيس السرفيس البلدية ماذا سيكون في انطباعه؟ فكنا نرى في القرى يسأل المدرس يسأل يعني الطلاب ماذا تحب أن تكون؟ كلهم أنا في الأمن أنا شرطي أنا كذا يبحثون أطفال الصغار حصل فساد كبير في البلاد هذه كلها أشياء متراكبة فقر جهل طبعا في أشياء الحمد لله بسبب تدخل الشيوخ والناس يقولون للشيوخ ماذا يفعلون؟ أكثر من مرة يحاولون مثلا خلط البنات بالأولاد في سوريا هذا من نعم الله أكثر من تسعين بالمئة من مدارس الدولة في سوريا لا يجد فيها اختلاط الذكور في مدارس هذا في دول مجاورة لا تجد هذا هذا يعني بالدخل المشايخ رفعة أسد حينما دخل ونزع حجاب النساء في الشوارع أخو حافظ أسد وحصل قتل كثير في شوارع دمشق وحلب وغيرها تدخل الشيوخ بعد ذلك فسمحوا بالحجاب معظم النساء ما كانت تخرج من البيت كثير جدا خاصة في دمشق يعني أمي ربما ما كانت تخرج في السنة ربما يكون مرة واحدة المرأة تضع خمار في تلك الفترة ما كانت تخرج أبدا فيخيل الإنسان الذي يدخل سوريا أن كل النساء يعني عاريات أو متكشفات بينما التي تخرج في الشارع ربما أقل من عشرة بالمئة من النساء في فترة من الفترات ليس دائما أتكلم عن فترة فترة الحرج معظم النساء ما كانت تخرج من البلاد محاربة الدين يعني الأعمى يراها الأعمى يرى أن الدين يحارب في بلاد لا ولكن ما الذي يحصل يصدر قرار يتدخل الشيوخ بعد يوم أو يومين يذهبون إليه في زيارة يعني هو يحتال على قضية موازنات فهو يقول أنا مسلم فيقول له تعال نطبق إسلام هذا لا يجوز في الإسلام ويتد إليه بالكلمة الطيبة وكذا بعض الناس يقول هؤلاء شيخ سلطة وهؤلاء كذا يبقى تقول الله تعالى شيخ السلطة هو الذي يبحث عن مصالحه ثم يعني أكبر مثال وأبرز مثال تحدثوا عنه الشيخ البوطي الشيخ البوطي يقينا ونعلم التفاصيل كلها كل التفاصيل الشيخ البوطي لم يتقرب إلى حافظ أسد حافظ أسد تقرب إليه هذا الشيء أعلمه عن قرب يعني لا أريد أن نذكر المصالح لكن من الداخل يعني أعرفه من الداخل حافظ أسد هو الذي تقرب إلى الشيخ البوطي وأول مرة أول لقاء كان محاضرة في جامعة دمشق يعني كان هناك احتفال في جامعة دمشق فكان أستاذ بوطي أستاذا في كلية الشريعة فكان كلمة الأسادي تتكلم بها الدكتور البوطي فحضر حافظ أسد هذه أول لقاء كان بينهما وبعد ذلك هو الذي كان يعني يتقرب منه وليس العكس ثم الشيخ البوطي لم يحصل شيئا من هذه الدنيا هذا سنفرده في لقاءات أخرى إن شاء الله ربما في تسجيل خاص حول هذه القضية حصل يعني حدث مميز وخطير جدا في سوريا تعلمون أن مصر الأزهر نظيف غالبا والأزهر الحقيقة هو سوق العلم وأكثر علماء الدنيا في الأزهر الشريف وأكثر من تخرج تخرج من هذا المكان لكن السلفية والمال السعودي أغرق مصر الناس يذهبون للإعارة الأسادي الكبارهم في الإعارة السعودية يعني الوهابية يرسلون بديلا عنه يدعمون الناس فيأتي الإنسان من أندونيسيا أو من ماليزيا أو من بلاد بعيدة يأتي إلى الزهر الشريف يتعلم العلم فيتعلم الوهابية من الشارع يتعلمها من مسجد الحي يتعلمها من الدعم من الكتب التي توزع مجانا فكثير من الناس في تلك البلاد لم يثقون بمصر السبب في هذا كثرة الوهابية فكثير كان يفضلون الذهاب إلى سوريا سوريا حقيقة التعليم الديني كان معتدلا جدا المذاهب يدرس حنفي الشافعي القراءات النحو التدريس صحيح نعم لكن لا يوجد تطرف لا يوجد الوهابية في خبايا الزوايا أصدر بشار الأسد وقتها بعد أن استلام الحكم قرارا بطرد الطلاب الأجانب جميعا من سوريا بعدم منحهم إقامة فكانت هزة عنيفة جدا يعني حينما كنا ندرس في معهد الفتح الإسلامي كان هناك شعبتان كان ملتان للأتراك فقط يعني عندنا شعبتان كله أتراك عدا باقي الجنس أندونيسيا ماليزيا ناسيتهم من كل مكان فأصدر قرارا بطرد طلاب العلم الأجانب أنا أذكر أني حضرت الخطبة خطبة الجمعة في ذلك الأسبوع عند شيخنا الشيخ ربوطي رحمه الله فقال باللفظ قال هؤلاء هم صمام أمان هذه البلاد الله تعالى يرفع البلاء عن هذه البلاد بهؤلاء فإذا ما طردتم هؤلاء يعني سيحصل بلاء كبير للبلاد لم يلتفتوا حاول الشيخ ربوط هذا القرار يبدو أنه جاء من أمريكا يبدو أن القرار جاء من أمريكا بطرد لا يريدون طلاب علم معتدرين يريدون طلاب علم وهابية أو متطرفين من أجل ماذا؟ من أجل أن تتدخل بعد ذلك أمريكا من أجل قمع الإرهاب أصرت السلطات الأمنية على طرد الطلاب الأجانب فكنا ندخل لنجد الققاعة فيها طالب واحد بعض طلابنا كان في السنة الرابعة فوصلة لم يستطع العودة إلى سوريا من أجل إتمام الدراسة هذا كان يعني على مفارقة وكانت مؤشرا خطيرا على أشياء ستأتي بعد ذلك الدكتور ربوطي والناس يتكلمون عنه كما يشاءون وخاصة الذين يعلقون داود دائما يشتموني يفعل ما شاءنا لست ملزما أن أسمع ما تعتقد أنت على رؤيتك التي أخذتها من الإعلام أو من جهات مسمومة أو غير صحيحة أنا أعرف من الداخل أنا أعرف ماذا يحصل أنا أتكلم من الداخل ليس من الخارج الدكتور ربوطي حاول كثيرا أن ينقذ البلد من هذا الفساد الذي حصل الدكتور ربوطي آخر سنتين وأنا كنت مستغربا جدا كيف يصبرون عليه كانت خطبه نارية لكنه لا يحرض الناس على الخروج كان يتكلم مع أولئك ويأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر لكن وبشدة شديدة حتى كنا نخشى عليه إذا استطاع أن يحصل لخطب الشيخ ربوطي آخر سنتين قبل الثورة كلها خطب نارية حتى كانت بعض الجرائد السورية البعث وتشرين والثورة وكذا طبعا لا يوجد غيرها كلها يعني مسيسة وكلها باسم الدولة كان بعض الكتاب يعني بإيحاء أو بسكوت من السلطات يعني تصف الدكتور ربوطي بأنه مخرف خاصة بعد أن حدث حدث آخر مهم جدا وهو أن أنتج التلفزيون السوري أو شركة خطاع خاص في سوريا مسلسلا سمته ما ملكت أيمانكم جاءوا بكل الرذائل وكل القبائح وكل الدعارة وكل أنواع الفساد فألصقوها بالمسلمين وبعلماء المسلمين وبطلاب العلم وهكذا يعني كيف يفكر هذا المنتج والمخرج كيف يعيش هو مع أسرته ومع عائلته ومع قرينته ومع خدينته بالزنا ألصق هذا الشيء بطلاب العلم الشرعي كما قال المتنبي يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه هذه أشياء غريبة عن المجتمع السوري المجتمع السوري مجتمع متدين مجتمع محافظ مجتمع يتق الله سبحانه وتعالى فأتوا بكل النقائص وجعلوا لها صبغة دينية تكلمت دكتور بوطي ونصح طبعا قبل أن يعرض المسلسل كنت أنا يعني على صلة بأهل الحل والعقد من المشايخ وعلمت بهذا المسلسل قبل أن يعرض وهناك شيء اسم مركز إعداد الدعاة بسلطتهم يعني يتيت في حزارة أوقاف وبرئيسي رجل أخ فاضل عزيز صديق عزيز والدكتور فواز العواد نعلم أشياء أحيان قبل النشر فكلفهم الوزير بمتابعة هذا المسلسل وهذا فيه أشياء قبل نشره وإذا فيه أشياء يقف له شعر الرأس مع هذا أصرت السلطات السورية على نشره عند ذلك رأى الشيخ البوطي رؤية غريبة وعجيبة أن طيورا سوداء مرعبة تخيم فوق البلاد وينزل بلاء كبير على سوريا يكاد يدخل كل بيت وحذر من ذلك في خطب جمعة حضرتها ونصح الناس هنا صارت تكتب المجلات والجرائد السورية الرسمية أن الشيخ البوطي قد خرف وأن هذا الرجل أستاذ الفلسفة وعلم الكلام والعقيدة وصاحب المناظرات صار يتكلم بالرؤى والمنامات وقضية الرؤى والمنامات هذه يتفق عليه العلمانيون والملاحدة والوهابية وكل هذه الأصناء طبعا ليسوا سواء بلا شكل مسلم ليس كالكافر أنا أتكلم هكذا يعني عندهم صبغة عامة تجمعهم وهي يعني الاستهزاء بالرؤى والمنامات حذر الشيخ البوطي لم يستمع إلى تحذيره ثم حصل بعد ذلك ما حصل بدأت القصة بتونس نحن بعد هذا العناء الطويل بعد عمر عشناه في الرشوة وفي الفساد والإذلال وكل أصناف يعني التشفي بالمسلم هذا الجيش الذي تحدثنا عنه أعطي صورة يعني لم أستكملها في اللقاء الماضي هذا الجيش اخترعوا شيء نسموه التفييش ما هو التفييش ككلمة يعني لها معنى قبيح في العربية ولكن هي ماذا يقصدون بها يقصدون بها أن الجندي يدفع مبلغا من المال مثل العبد المكاتب يدفعه لسيده الذي هو الضابط قائد السرية أو قائد الكتيبة وبشكل دائم كل أسبوع أو كل شهر يتفقون على الشيء أو ربما إذا كان القائد الكتيبة أو قائد اللواء عنده مزرعة وفيهم فلاحون يعملون في مزرعته خدما له وعبيدا هكذا مثل عبيد ويقدمون كل ما ينتجون من أجل أن يبقوا في بيوتهم وفي أعمالهم بعضهم أغنياء يستطيع أن يفعل هذا وبعضهم فقراء من لا يدفع سيبقى يسومونه سوء العذاب وقد رأيت بعيني كما حدثت في سيرة ذلك النقيب الفاسد الذي كان يقلبهم على الثلج من أجل أن يدفعوا له هذا كان هو السمى العامة في الجيش العربي السوري وليس حالة استثنائية وأذكر أني في إحدى المناسبات يعني كان عيد أو رأى السنة أو شيء من هذا القبيل يعني كثير من الضباط لم يكن موجودا فيه ضباط صغار حتى صغار لا يوجد وجود واحد ينا ملازم مجند حتى وفيه عدد من الجنود وفيه رتبة عليا دائما المناوب يكون رتبة عليا أو إن كان عقيدا أو عميدا لا أدري النظام أن يقدم الصف أقدم الضابط موجود لا يوجد الضباط كبار فقط العبد الفقير فأنا لا أعرف كيف أقدم الصف يعني كيف أقدم الصف يعني أذكر للقائد التحية العسكرية أذكر له العدد الكامل للكتيبة مثلا 300 الحاضرون 295 ثلاثة غياب مبرر واحد غياب غير مبرر هكذا أقول يجب أن أقول ما الذي خلفي أقل من 30 جنديا على الورق كم شخصا عندي ينبغي أن يكون أكثر من 300 ماذا أقول فوقعت في حيرة كبيرة والتجات إلى الله يا رب لا أعرف ماذا أقول هم معتادون على صيغة معينة لا أعرف كيف أقول فجاء الإنقاذ بفضل الله تعالى في الدقائق الأخيرة جاء ضابط أعلى رتبة فهو الذي قدم الصف من هذا يعني كل الشعب هذا الإنسان المواطن السوري يبقى في رعب قبل العسكرية الله تعالى به عليم يدفع رشاوي كل سنة من أجل أن يؤجل على عسكرية حتى إذا لم يستطع التأجيل بعضهم يذهب ويفر وبعضهم حتى أعرف من الناس أعرف أصدقاء أصدقائي ذهب من أجل أن يبحث عن بدل العسكرية فلم يوفق في ذلك فبقي السنوات قصد أن يذهب خمس سنوات فالآن مضى له حوالي ثلاثين سنة خارج البلاد وأصدقاء أقرباء وناس يعني أسنانهم تخلعت في الغربة هربا من هذه العسكرية لماذا يهربوا من العسكرية من القتال لا يوجد قتال أصلا قتال لا يوجد نحن في هدنة مع إسرائيل غير معلنة منذ سنة ثلاثة وسبعين لم يحصل قتال بيننا يعني أكثر من أربعين سنة طيب لماذا هؤلاء يهربوا من الذل والإذلال الموجود باستمرار أن يكون عبدا لدى هذا الإنسان مسيرة التأجيل ودفع الرشاو كل ما تذهب إلى قسم التجنيد لا بد أن يذلك وأن يهينك وفي أي لحظة يطلبك الشرطة يأخذونك طيب استطعت أن تهرب إلى بلد آخر من أجل جمع المال تكدح خمس سنوات على الأقل وتدفع مبلغا كبيرا جدا للشعب السوري لا يستطيعوا معظم الناس كان خمسة آلاف دولار أو خمسة عشر لا أدري مبارك كبيرة جدا يعني أنت تعمل من أجل أن تنقذ نفسك من هذا ثم أنقذت نفسك إذا لم تنقذ نفسك مثل ما حصل معي لما أستطيع أن أنقاذ نفسي من عسكرية دخلت فيها كل أصناف الذل رشو لا أدفع أنا لا أدفع رشو خلاص نتحمل نصبر نصبر ونحتسب يعني طعام لا يوجد طيب وراتب لا يوجد راتب ستمائة ليرة ستمائة ليرة يعني حتى أعطي قلت لكم تساوي ستمائة نصف فاتورة الهاتف المحمول ستمائة ليرة في الشهر وأجرة الطريق ستمائة ليرة تماما يعني أنت كل عسكري إذا بقي في الجيش يحتاج إلى مبالغ حتى أهل يدفعون أو يقترض أو شيء من هذا طعام لا يوجد ونحن الضباط لا يوجد طعام يعني الحمد لخبز موجود الخبز كثيرة في الجيش السوري أما الطعام هكذا يسرقون كل الطعام الضباط يسرقون كل الطعام الكبار وهذا يطبخون أشياء يسيرة لا تأكلها الكلاب الكلاب لا تأكلها قلت لكم سابقا حتى النجاسات توضع فيه يعني هذا البيض بنجاسات يلقى فيه ويسلق هذا في الدورات أما درس عسكرية أما في القطع لا يوجد أصلا طعام أحيانا تأتي خضروات يا لكن شيء يسير جدا طيب صلاة ممنوعة الصلاة ممنوعة من عم باتت ديني يضيق عليه دنياي يضيق عليه حتى قلت في وقت موقات قلت الأشياء التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام كلها موجودة في الجيش الهم والحزن والعاجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال هذه الأشياء الخمسة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كلها موجودة في الجيش طيب هذه الأكثرية السنية المسحوقة تعيش هكذا كيف يعيش النخبة انظر إلى قصورهم في اللاذقية وفي طرطوس يعيشون في قصور مذهلة قيمتها مئات ملايين دولارات كلها من أموالنا يعني هذا قائد اللواء أو قائد الفرقة الذي يعمله أكثر من خمسين عسكري أو مئة عسكري ليل نهار كل يعمل هذا الجزار هذا التاجر عدى المهربين حدث ولا حرج ما يلسل سوريا ولبنان حينما كان سوريا في لبنان يعني واحد ضابط في الصباح يضع رتب وخرج قلت لا ينتذب يقول هكذا والله باللفظ لكن هو رجل صادق قال أضع عدة النصب الذي هي رتب العسكرية يهربون أشياء من لبنان وكثير منهم يهرب لصالح الضابط 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 قائد الفرقة يشغل عميات العسكر لكن لا أحد يقترب منهم لماذا لأنه يعملون بالتهريب له لصالحه أسواق كاملة في دمشق كان سوق القابون كله عسكريون كله عسكريون يعملون بالتهريب والتهريب ممنوع وأذكر الشيخ البوثي رحمه الله والحقيقة أعجبني هذا التشبيه منه دخل إلى عميد كليد الشريعة وقال له قلت للفلان أحد المسؤولين الكبار قلت والله أنتم سورية عندكم شيء غريب قالوا أنتم مثل قبر جحة قال كيف قال حينما ندخل إلى قبر جحة تجد أقفال كثيرة والباب مغلق من كل مكان وفي الجهة الثانية الباب مفتوح فأنتم إذا أردنا من الجهة الرسمية كل شيء مغلق ومن الخلف كله مفتوح هذه صورة تمثل حالة سورية من الجهة الرسمية لا يمكن أن تسير لك معاملة كله مغلق لا تستطيع أن تحرك شيئا ومن الخلف بالدفع والرشوة كل القانون يزول في هذه الظروف ضمن هذه الأشياء والنتيجة التي حصلت أعلن حافظ أسد منذ سلم وصار على نهجه ابنه شعارا سوريا الأسد هكذا السورية تساوي الأسد لذلك تجد الشعور الوطني عند السوريين أخفض بلد في العالم فيه وطنية ودخلت لبلاد شرقها وغربها لم أجد بلدا يستهين بوطنه إلا الشعب السوري أقصد الجيل الذي نشأ في هذا الخضام يعني أذكر مرة حينما كان ضغط في لبنان على بشار الأسد كنت في حي الصالحية في دمشق رأيت لوحة لحقيقة آذتني كثيرا لأنني كنت قادما من غربة جديدا مكتوب فيها يسقط السور أو يموت السوريون جميعا من أجل أن يحيى بشار الأسد هذه اللوحة رأيتها في منطقة الصالحية كتب أحد المنافقين يموت الشعب السوري جميعا من أجل أن يحيى بشار الأسد والله يعني الله رب العالمين سبحانه وتعالى نعم هو يستهق أن نموت جميعا من أجله ليس أحد أو النبي عليه السيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس مشكلة نموت من أجل لأنها قضية واحدة قضية هذا رسول الله تعالى كان هذا هكذا فعند الشعب صارقة معادلة سورية تساوي الأسد إذن الأسد الذي أذلهم وأفقرهم وفعل بهم ما فعل هذا النتيجة أن يذهب الوطن معه المشايخ كانوا يقومون بالتسديد والمقاربة علماؤنا كانوا يعلمون كل هذا كل ما قلته يعلمونه جيدا ولا واحد من هؤلاء الناس في قلبه شيء من يلود لأولئك الناس ولكن يقول نحن في ارتكاب أخف الضررين نحن نقوم بالتسديد والمقاربة من أجل أن نحافظ على الدين في هذا البلد قالوا لنا مرارا وتكرارا هذا الرجل مدعوم من كل الدنيا أمريكا روسيا كل العالم يدعمه لا أحد ضد هذا يعني الإعلان شيء والواقع شيء آخر وهم مستعدون أن يزيلوا سوريا عن بكرة أبيها ولا يزول هذا الإنسان يعني سوريا التي هي كانت مثالة ديمقراطية طبعا أننا نستوى ديمقراطية ولا تكلامنا هذا لكن أعطيك مثالا أنا سوريا سنة 46 بعد الاستقلال سوريا دولة ديمقراطية وفيها دستور وفيها برلمان واستدعي رئيس الجمهورية أكثر مرة للتحقيق رئيس الجمهورية يستدعي التحقيق ومن الطرائف أنه في مرة من المرات كان عنده سيارة تشوي سيارة الدولة فرأى بعض الناس فكتب في التقرير أن رئيس الجمهورية شكر القوات لي يركب سيارة سوداء سيارة القصر يركبها في مشوار خاص فاستدعي للتحقيق شكر القوات لي استدعى للتحقيق يحققون معه في البرلمان وصل الأمر للمعارضة وكذا أن كيف هذا يستخدم سيارة الدولة في مشوار خاص فثبت أن الرئيس عنده سيارة أخرى تشبه هذه السيارة وأن السيارة هذه أنه خرج بسيارته الخاصة خالد بيك العظم كان رئيس زراء سوريا قرأت في مذكراته أنه حينما ذهب إلى باريس سفيرا أخذ سيارته معه شحنها بالباخرة ذهب إلى حتى يركبها في باريس لا يركب على حساب الدولة كانت سوريا بلدا ديمقراطيا من الذي شجع الانقلابات فيها من الذي قام بهذا أمريكا فأمريكا التي أتت بسحزن الزعيم ومن بعده ودعمت جميع الانقلابيين في سوريا يعني آخر انقلاب حصل أو محاولة انقلاب في سنة ثمانين تنظيم الضباط الأحرار هم من أهل السنة وكانوا في كل كتيبة تقريبا فحاولوا بقام بمحاولة انقلابية في ساعة الصفر التي قرروا أن ينقلبوا على حافظ أسد أمريكا سلمتهم لحافظ أسد أمريكا هي التي سلمتهم لحافظ أسد وأعدمهم جميعا كلهم قطع روسهم فأمريكا هذه تريد أن تنقذ البلد؟ أبدا يعني أمريكا حريصة على أن يكون دولة ديمقراطية ذات سيادة بجانب إسرائيل ما لكم كيف تحكمون فالمشايح كان يعرفون الحقيقة ويعرفون كل ما حصل ولكن أنا أتكلم بهذا وربما بعض إخواني بعض المشايح يغضب جدا لماذا تتكلم بهذا الطريقة؟ أنا لله ثم التاريخ تكلمت هذه الشهادة يعني كثير من الناس خارج سوريا يظن يقيس عن نفسي يا أخي أنتم لماذا تتطورون على هذا الإنسان؟ أنا ما ثرت عليه ولم أشجع الثورة عليه ولكن أعطيته واقعا ووصفت ماذا حصل من أجل هذا كلهما على الأسف الشديد يعني صارت سوريا عبارة عن أشبهها بماذا؟ بحديقة فيها عشب كثير لكن كله يابس وجاهز الاحتراق يحتاج إلى عود كبريت كانت مستعدة في أي لحظة من فجر يعني لن يستطيع المشايخ ولا غير المشايخ أن يمنعوا أمر الله تعالى فالثورة التي حصلت وذلك الانفجار الذي حصل حقيقة هو كان أمر الله جل جلاله ولا بد أن يتم أمر الله تعالى البلاد كانت في حالة خواء في فقر في ذل في شيء لا يوصف يعني المواطن السوري المغترب لا يحس بالذل إلا إذا جاء إلى سفارة بلده كله لا يعيشنا هذا يعني تبقى عزيزا في أي بلد تتب إليه رغم أنك أنت غريب الغريب ينبغي أن يكون ذليلا يعني متى يذل المواطن السوري إذا دخل إلى سفارة الجمهور العربية السورية كل أصناف الذل يراها في هذا المكان نصحهم الشيوخ ونحن الحقيقة لسنا لا نريد الثورة عليهم لماذا؟ لأن نعلم العواقب الوخيمة نحن إن أريد إلا الإصلاح ما استطاعت كنا نحافظ على أنفسنا وهذا يوزج أكثر نحافظ على أنفسنا لا نصدم بهم أبدا ود لا يوجد وهم لا يعلمون هذا لا يوجد بيننا ود ولكن أيضا لا يوجد عداء معلن فنحن هكذا يعني نقف هكذا بطريقة بقية حتى نحصل لشعبنا وأهلنا حقوقهم وأيضا حتى نحافظ على أنفسنا وعلى ديننا يعني من الذي يعني حينما استخدم السلاح الكيميائي ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ بعد ذلك ماذا فعلوا؟ أخذوا السلاح فقط يعني أنه عندك مجرم قتل إنسانا كيف يعاقب؟ تأخذ منه مسدس تقول خلاص اذهب هذا الذي حصل تابعوا أنتم من الأخب ما الذي حصل؟ قال أطلق السلاح الكيميائي في سوريا ومات في خلق كثير صحيح؟ كيف عاقبوه؟ أخذوا منه السلاح وربما لإسرائيل ذهب السلاح الكيميائي حتى نقتل به مرة ثانية فهذا الذي حصل الدول الأجنبية لا تتدخل إلا لمصالحها هذه إرهاصات ما سمي بالثورة في اللقاء القادم إن شاء الله نكمل الثورة والذي حل بالبلاد وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر